فخلال الاربعة والعشرين ساعة الاخيرة سجلت مائة وخمسة وثلاثون حالة جديدة ليصبح اجمال عدد الحالة التي سجلت الى حدودها هي 8,437 حالة اي بنسبة 23 فاصلة جوج لكل مائة الف نسمة سجلت الحالات الجديدة حسب الجهات كما يلي جهات الضر بضأسطات تسعة وثلاثون حالة من بينها وهذا هو ما يفسر الارتفاع غير المعتاد 71 حالة ببؤرة مهنية لوحدها وتمان حالات تعودنا على تشجيلها بجهة الضر بضأسطات وهي لمخارطين لحالات مختلفة جهة طنجة تطوان الحسيمة 35 حالة لبؤر صغيرة مختلفة ولمخارطين لحالات سابقة وكذلك حالات جديدة 15 حالة بجهة مراكش أسفي مدينة مراكش لمخارطين لحالات مختلفة 4 حالات بجهة فاس مكناس وحالتين بجهة الرباط الرباط سلا القنيتر إذن مجموعة الحالات 135 استثنيت من الإصابة بعد إخضاعها للتحاليل المخبارية 16733 حالة في إطار الحالة المتشكك فيها أو في إطار منظمة تدبير المخارطين والبؤر أو في إطار تشخيص داخل المؤسسات الصناعية والمهنية كذلك ليرتفع مجموعة التحاليل التي أجريت بالنسبة للحالات السلبية إلى 331134 للأسف الشديد سجلت حالتي وفات بكل من مدينة طنجا ومدينة مراكش وهما حالتان كانتا بالعناية المركزة بقسم الإنعاش ليرتفع عدد حالات الوفيات إلى حدود هذا الوقت إلى 210 حالة وفات وبالرغم من ذلك فإن معدل الفتك يبقى مستقرا في جوج فاصلة 5% ولله الحمد سجلت 85 حالة شفاء جديدة ليرتفع عدد المتعافين إلى 7493 ويصبح بالتالي ويصبح بالتالي معدل التعافي 88.8% بالنسبة للحالات النشطة أصبحت اليوم ارتفعت طبعا بارتفاع الحالة الجديدة أصبحت 734 حالة نشطة أي بمعدل جوج لكل مئة ألف نسمة هذه الحالات النشطة متمركزة كالعادة بكل من جهة الدار البيضاء الستات 288 حالة جهة طوان الحسيمة 137 حالة جهة مراكش أسافي 161 حالة جهة الرباط سالي القنيطرة 85 حالة وكذلك جهة فاسم كناس 35 حالة فيما هناك حالات أخرى قليلة بالجهة الأخرى ودائما هناك جهتان ولله الحمد بدون أي حالة نشطة وهي جهة الدخل والذهب وضرعة فلات مع العلم أن جهة العين الساقية الحمراء دائما فيها حالة نشطة واحدة وعودة إلى الحالة الجديدة المسجلة هذا اليوم اكتشفت 118 منها في إطار منظومة تدبير المخالطين والبؤار التي شملت لحد الساعة 49 1264 وما زالا 6817 تحت المراقبة الطبية ونختم بالحالات الخطيرة والحارجة التي يبلغ مجموعها اليوم 13 حالات 8 موجودة بمدينة الضربدة 3 حالات بمدينة طنجة وحالتين بمدينة مراكش مجموع هذه الحالات 13 من بينها 5 حتى التنفس الصناعي أو الاصطناعي 3 بالضربدة وحالتان بمدينة طنجة إذن هذه هي آخر المعطيات الوبائية إلى حدود هذا الوقت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر